معانا على الهدف السابري عفلان براحة بحركة صباح الوارد وعايزين نفهم حضرتك أنت تابعته إزاي الموضوع ده وإحنا مش قادرين حين نحكم إذا كان هو من ناحية القانونية غلط ولا لأنه أنا شفت بعد التصريحات نصبت للمجبس بتقول إنه مفجوش شبهة استغلال واضحة يعني كمان كمان طبعا خير على حضرتك وكل ديوف حضرتك ومشاهدين كمان طبعا خير واضح نقطة مهمة جدا إحنا بيحكمنا في التعامل مع الأطفال وعما إذا كانوا يتعرضوا بضرر أو لعنف من عدمه يعني إحنا يحكمنا قانون الطفل قانون الطفل إذا كان في المادة الأولى بيتكلم عن إن الدولة تعمل على تهيئة ظروف المناسبة للتنشيئة الصحيحة للطفل وفي المقام الأول بنرأي المصرحة الفضلة للطفل ومن أمناهم يعبر على ذلك فإذا كان الطفل بيطلع على ميديا أو بيطلع كليبزة اللي إحنا شفنين بيعبر عن شكله وعن رأيه وعن وجهة نظر الشكل معين بيعبر عن مهاراته فننظر لها من زاوية إذا كانت الحالة اللي يعبر عنها الطفل دي بشكل ضرر عليه من عدمه مسألة الضرر دي هيحكمها إلا 14 حالة من حالات الخطر لما نستعليهم في المادة 86 جلون الطفل إذا كانوا أرأسهم إذا هتعرض أمنه أو حياته أو صحته أو سلامته للخطر في الحالة اللي إحنا بنتكلم فيها دي تحديداً وهي حالة ساندي اللي جدتها استغلتها ووصلتها لمرحلة ناية باقت صفحة تجارية على الفيسبوك عليها إعلانات وبيتم عرضها دي بتتحط تحت بند مسمى استغلال الأطفال أو عمالة الأطفال؟ طيب إذا كنا نتكلم عن استغلال الأطفال بيحكم المادة 22 واحدة 2 من قانون العقوبات وتحكمها المادة التانية من قانون مكافر تجارب 10-64-2010 إذا ما تبين لنا هو حتى تاريخه ووقتنا الحالي ما تبينناش أي وقعة استغلال تجاري من الطفل إذا ما تبيني أن الوقعة دي تشكي استغلال تجاري هينطبق عليها أكيد المادة من قانون الأقوبات وينطبق عليها المادة التانية من قانون مكافر التجارب إنما إذا كانت لا تعدو عن مجرد أن البنت بتلعب بتعبر عن مهاراتها أي نوع أو نوع الدعاة مش هقدر أحكم على الطفل أو أقيد حريدها إذا كان مطلوب مني أن أنا أحافظ على الطفل معرفة في الخطر ومقابل كده كمان أنا مش مطلوب أقيد حريد الطفل وأمنعه عن حريد تحبيل عن رأيه تحبيل عن رأيه دي أحد المبادئ الأساسية في التفاة دولي حريد الطفل وأحد الأسانيت أو المواد المنصوص عليها في كمون الطفل إن الدينه مساحة والدينه فرصة يعبع عن رأيه بما لا يجاوز الحدود أو يخرج عن اللياقة بما لا يعرضه للخطر وفي كل الأحوال إحنا كما تستطيعون الطفلة همومة نتواصل مع أجلات الدخلية يعني بالضبط يا سوالصابري آه يعني سوالصابري جالكم بعض ثانيا هنوعي برضو الأم من خلال دين حماية الطفولة بإن تحاول بقدر إمكان إبعاد الطفلة عن أي مظاهر الخطر يعني نفهمه كه حتى ننخص الموضوع إن إنتو جاء لكم بعض البلاغات أو بتبحثوا في الموضوع لكن لم يتبين بشكل قاطع إذا كان ده موسيقى أو فيه انتهاك للقوانين الخاصة بالضفورة وبالتالي هتبحثوا في الموضوع لكنه في كل حالات هتبعتوا للأسرة ببعض الملحوظات أكيد لدي حيات أتدخذ بدي الوعي اللازم للأسرة عشان بقدر إن كان ما معرضش بإنت اللي خطر إنما فكرة إذا كان تستغلال ولا لأ حتى هذه اللحظة أنا مش شايف استغلال لأنني مش عارف الصفحة دي فيها تراب محتجاري ولا لأ إذا كان بالاستغلال التجاري من زهور البنت من جانب الأسرة الغرض منه تراب محتجاري أو اقتصادي دي الأسرة ده ينطبق على المدنة دي واحد سعيد بس هو بالفعل يا فندم هو بالفعل آه فيه إعلانات معمولة على الصفحة واضحة يعني يعني فيه بلاغ نرجع لصفحة في فوق ونرجع لصفحة الداخلية ونشوف إذا كان فيه تراب محتجاري من الصفحة دي ولا لأ يعني الصورة قدامنا على الهوة لو حضرتك شايف معنا دلوقتي إعلان لمحل ملابس على الصفحة فده معناه إن الجدة بدأت تتربح وبعدين فيه سؤال برضو وناس كتير عرب تسأله هو مامتها وباباها فين يعني طول الوقت الجدة هي المتصدرة المشهد وهي المسؤولة وبعدين هي بتكلم البنت في فيديوهات تقول لها أنا مش حأكلك علشان أنت تخينة معه كلمة تخينة دي برضو تتحطي تحت التنمر بالزبط والبنت بدأت تعيط عشان عايزة تاكل بتقول لها أنت تخينة وبالتالي هي جرأت عليها ناس تانية تدخل تتعدى عليها بالقول في التعليقات كل ده وضعه إيه؟ ده دي جزئية تانية دي في مجال التنمر ده احنا بنعالجه نفسيا ونتواصل مع القصة نتواصل مع البن تمنح حمد التنمر للقائمة حاليا في المجلس كاملت في القوم لكننا كان نتكلم على جزئية الصفحة موضوع الإنسات اللي ظهرة دي ما كانتش ظهرة عندنا هنرجع تاني ونشوف الصفحة الإعلانات دي دعاية على الصفحة ده هنخش فضيئة الاستغلال ونتخذ ذلك الإجراءات إذا ما تبين صحة الإعلانات على نفس الصفحة كده دخلنا فضيئة على استغلال تجاري إنما لو مجرد البنت بتلعب أو بتقدم مهارات أو بتتعبر عن رأيها هذا موضوع برضو مختلف هنتابع معاكم بقى الموضوع ونشوف توصلتوا لإيه في النهاية بنشكرك شكرا جزيلاً بصد صبري وحسنان منصق العام لأيضاً مجلس قومي للطفولة أو لخط حماية الطفل منصق خط نجدة الطفل من المجلس القومي الأمومة والطفولة